اهلا بيكو اصدقاء اليوتيوب النهاردة الاخبار كلها اخبار ايجابية والف مبروك الحقق وارباح النهاردة قوية وان شاء الله خير ودايما في مكسب النهاردة هنتكلم على الاكسر اربيه هنتكلم على العملات الرقمية ككل بس افكركم في البداية بدعمكم من القناة بعمل لايك وشير الفيديو اذا عجبكم يعني وتشتركوا في القناة لو حبيته وتقرأوا بعناها سندقوا الوصف تحت الفيديو في معلومات مهمة في لينكات المنصات اللي حبيب يتداول في معلومات الرقمية بيع وشراء في كريبتو دوت كوم وباينانس وكوين بيس تمام ابتدي عشان ما اطولش عليكم النهاردة طبعا السوق منتعش والمؤشر الخوف والجشع وصل 45 وطبعا بعد 4 ساعات يحصل الابديت اعتقد يمكن يوصل فوق الخمسين فده طبعا مؤشر ايجابي ان السوق منتعش وكل ما السوق ينتعش هبقى فيه العملات الرقمية هتنشط اكتر والاسواق هترتفع اكتر اصار هتزيد اكتر طبعا بالنسبة لشيبة عملوا حرق مليار ومية وسبع مليون اكتر من مليار ومية وسبع مليون حرق لعملة شيبة وده طبعا الهدف بتاحهم واحد سنت واعتقد في خلال سنة او سنتين فعلا ممكن يقرب من واحد سنت لو تم الحرق بوطيرة يمكن اسرع من كده شوية فعلا يقرب من واحد سنت تمام هنتكلم على الاخبار المهمة اول خبر هنتكلم عليه من البورصة الامريكية ناسدك ايه اللي حصل ناسدك تقبل اه فالكري اتي اف المرتبطة بشركات تعدين البيتكوين يوم تمانية فبراير غدا فده يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي اثرت على السوق نور ده بس يعني هو طبعا السوق ارتفع قبل ما يزيعه الخبر بس احتمال كبير ده برضو بيدعم ارتفاع السوق بخصوصا البيتكوين تمام الخبر التاني بخصوص عملة جالة عملة جالة بخصوص عملة جالة طبعا جالة بيحتفلوا بالسنة القمرية الجديدة وبيحتفلوا بانجازاتهم وهما مستمرين في تقدمهم انجازاتهم والالعاب بيعملوا العاب جديدة ودي شركة على فكرة ناشطة جدا وشكلهم كده بيطوروا الالعاب وحتكون الالعاب وهي بيعملوا الالعاب جيدة جدا والجودة بتاعتها عالية وده حيسبب ان حيبقى فيه قابلية اقبال قوية على عملة جالة فده حيأثر على العملة جالة انها ممكن تنطلق انطلاقة اقوى في الفترة القادمة دي من ضمن عملات الميتا فيرس عملة الالعاب فده طبعا انا دايما بقول يا جماعة ركزوا على عملات الالعاب لاني لها استخدام قوي وقابلية كتير ناس بتبقى محتاجاها فهيحصل اقبالية على العملة فهتزيد سعرها تمام ده بالنسبة لجالة فيه بقى المحامي كلنا نعرف محامي جيرمي هوجن المحامي اللي هو محامي مشهور في امريكا ومهتم جدا بقضية الاكس ار بي قضية شركة الريبل ضد الاس اي سي وده طبعا بيتكلم معانا هنا ده بيقول ان القضية دخلت في مرحلة تانية مهمة والاخبار كلها جيدة يعني فيه يعني هو متوقع متفاق الخير في موضوع القضية واقتربنا من الانجاز في قضية الريبل ضد الاس اي سي وهنا فيه عاملين طبعا كان جايب بيتكلم على فيه وجه تشابه في حركة السوق بين البيتكوين والريبل يعني الاكس ار بي قصد تمام وفوجه التشابه ده طبعا حاجة بيقول لك لو لموضوع القضية لكان سعر الاكس ار بي كان ارتفع ارتفاع قوي تمام هو بس اللي ماسك يعني بمعنى يعني فيه منافسة بين الريبل والبيتكوين دلوقتي الاكس ار بي يعني اكس ار بي والبيتكوين والخبر المهم بقى عندنا الخبر ده خبر مهم جدا الخبر ده بنتكلم بنقول ايه ده في واحد خبير استراتيجي رئيس رئيس الاستراتيجي للماركتز والاستثمار في ادارة الاصول جي بي مورغان بيرد على اسئلة بخصوص عملة الاكس ار بي وبعد الاسئلة طبعا لم يرد لم يعطي اجابة ولكن بيقول ان السبب في ان سعر اكس ار بي مازال منخفضا اولا بسبب المنافسة العالية في شركات منافسة عالية لشركة الريبل تمام والسبب الاهم هو موضوع القضية يعني بمعنى ان سعر الاكس ار بي لم يرتفع حتى الان بالارتفاع الحقيقي بتاعه هو بسبب موضوع القضية بمعنى اذا تم الحكم في القضية سينطلق سعر الاكس ار بي وكلنا واحنا قلنا الكلام ده وفعلا الاكس ار بي ممكن اه لو تم البد في موضوع القضية لصالح الاكس ار بي او صالح شركة الريبل الاكس ار بي حينطلق انطلاقة خرفية انطلاقة قوية جدا غير مسبقة وقوي اول درجة انه هو يعني احنا كنتكلمنا قبل كده في فيديوهات قبل كده ممكن نسمع عن اسعار فلكية مكناش نتوقحها عن الاكس ار بي احتمال فعلا توصل من خمسين لمية دولار وممكن تعدي كمان رجعوا الفيديوهات القديمة كنا اتكلمنا من كم يوم كنا عملت فيديو عن الاكس ار بي والسيناريو بتاع الاكس ار بي وده احتمال لو حصل حاجات زي كده برضو تخلي الاكس ار بي يرتفع وينطلق انطلاقة قوية تمام ده بالنسبة للاسعار عموما النهار ده طبعا الاكس ار بي كان وصلت تسعة وسبعين سنت دلوقتي حاليا 18% ده طبعا نسبة عالية جدا وعندك عندك الادة كتعدت الدولار واحد دولار وعشرين سنت فيه والدوك كوين حتى طالع فوق قرب من سبعتاشر سنت والبيتكوين عد 44 الف الف دولار والاسيريوم 3171 الشيبة طبعا كتعملها هي بتعمل تصحيح دلوقتي هي عمل اربعة صفار 33 يعني كتمن شوية حوالي 44 في المية ارتفاع فده حاجة قوية جدا وطبعا بقية العملات زي جال عامل 10 في المية ده طبعا ارتفاعات قوية جدا للسوء والف مبروك طبعا للجميع اهم حاجة يا جماعة طبعا فيه خلال الاسبوعين القادمين هيحصل بعض في الكونجرس الامريكي وبايدن احتمال ياخدوا قرارات مع الكريبتو واحتمال تكون ضد الكريبتو لو مع الكريبتو طبعا السوء حينطلق انطلاقة اكبر اكتر بكتير من اللي احنا شايفينه دلوقتي طب لو في الحالة التانية لو عملوا قرارات او قوانين ضد العملات الرقمية او تدايق العملات الرقمية هيحصل طبعا هبوط يمكن احتمال يكون هبوط قوي كمان في العملات الرقمية بس عايز اقولكم ما تخافوش لما بيحصل حاجات زي كده هيحصل هبوط بس هيحصل صعود الهبوط هيبقى مؤقت يمكن يقعد ايامك من يقعد اسابيع ولكن مش هيقعد فترة طويلة فدايما ما تخافش من الحاجات دي يعني ما يحصل هبوط دايما اعرف ان انت لازم تدعم محفظتك بالهبوط تستغل الهبوط لصالحك وتعمل سعر متوسط للمحفظة عندك فدايما استغل لازم في المحفظة عندك تنوع في العملات ما بقاش عملة واحدة ولازم كل ما السعر بينزل انت بتشتري من القاع عشان لما بيحصل زيادة الزيادة اللي عندنا حاليا مش زيادة كبيرة قوي معداش مثلا ما طلعش تاني البيتكوين فوق الستين الف ازا ما كان موجود تمام ولكن في ناس اشترت من القاع وابتدت تبيع دلوقتي تمام فده حققت ارباح استغلت الهبوط انها تعمل ارباح فاته ما تخافش من الهبوط بالعكس لو فيه هبوط قول الحمد لله اشتري تاني تمام ويطلع تاني تروح بايع جزء منه تاني وجزء تخليه للمستقبل دايما كنت تستسمر فيه ان انت تبيع وتشتري حسب هبوط وصعود السوق تمام انا طبعا دي العملات المفضلة ليه فده بصوا عليها على الشاشة دي العملات المفضلة وطبعا كنت في فترة الاخرانية كنت اضفت طبعا مانا وساند وجالا دي العملات الميتا فيرس طبعا لانا مهتم بيها حاليا دلوقتي تمام اشكركم يا جماعة وانا قاسب ان اطولت عليكم بس انا متفائل خير وان شاء الله خير ومعاكم كل يوم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة سلام يا جماعة